نرجع نحن وياكم مشاهدينا عن جديد وامي بمقابلتنا اليوم وفقرتنا المخصصة اليوم للشهداء قطع أكيد عيد شهداء الأرمن وشهداء برفق بيروت وشهدائنا بلبنان كل يوم نتذكرون كل يوم أكيدة كمان مع شهداء الأرمن اللبنانية واللي موجودين بالخارج الشهداء موضوع هيك أخذ محل كتير كبير بحياتنا وما منقدر ما نستذكرون وخصوصا هلأ بهالفترات اللي عم نقطع فيها واليوم ضيوفة هني أستاذ هيسم الحكيم أستاذ هيسم حضرتك ناشط سياسي واجتماعي وأستاذ جمال علموي رسام اليوم اجتمعوا اتنينتون تحتى بمبادرة من أستاذ هيسم لأحياء هالذكرى بنا نحكي شوي عن المبادرة نرجع نحكي شوي عن الشق الفني اللي كان جمال اللي إيد فيه يعني ومتل ما منشوف الصور هاللي موجودة معنا بستيديو اليوم أهلا وسهلا يعني كونه اليوم عم نستذكر الشهداء بنا نقدم تعزينا لأهل الشمال اللي هني أهلنا وننطلق لنستذكر شهداء صورة سبعة عشر شرين شهداء الوطنية ببناء وطن متل ما الكل بيعرف انه كانت صورة عفوية من الشعب اللبناني وواجبنا الأدب والأخلاقي والديني والإنساني والوطني انه نستذكر اي شهيد بيسقط دفاعا عن لبنان بيسقط كرمال الحرية الرأي والتعبير كرمال بناء دولة المؤسسات والقانون وأهم العدالة الاجتماعية بسورة سبعة عشر شرين سقط أحد عشر شهيد من مختلف المناطق اللبنانية دموا نتوحد لبناء دولة وكتير حلو انه نقول انه هودر الشباب كانوا نتيجة سلطة أجبرت الشعب اللبناني بأجمعوا انه ينزل على الشارع مصاري النضال طويل لبناء دولة ونحن كسوار كنا منقمل انه هيدا البلد ينبنى على الوطنية لحتى نستمر كلنا كشعب لبناني نحترم الهوية اللبنانية ونحترم انه نحن ما فينا نلغي حدا بايدا البلد وعيشنا المشترك مؤدس ومن المحرمات انه نفوت حالنا كأهل وطن بالمهاترات السياسية المذهبية الحزبية نعم المبادرة اللي قمتوا فيها وشاركتوا بوقت عيد الاستقلال نعم شو قصت هالمبادرة متل ما شفنا صور كمان ورح نشوف صور تاني معنا واجبنا انه عطول نكون عم نحيي ذكرى شهدائنا وبكل فرصة فينا نقوم بمبادرة نستذكر ذكرى هون لحن نكون السبقين ونحن اولا كمان بستة عيار عاملين مبادرة وكمان نشاط جديد وشو فينا نعمل منظلنا مقصرين مع المعنى السامي لأي شهيد بيسقوا الدفاع عن لبنان صح كيف صار هالتعاون مع جمال تحت هيك جسد لكم هالبورتريات تبع الشباب متل ما هلأ عم نشوف هون يعني أدمحن حلوين أدمحن بيواجعوا جمال أنا وياه رفقاء نضال بثورة 17-20 بلحظة معينة كان قاعد بوقفة تضامنية كان عم بيرسم رسمة قامت جيبته عجنب وقلت له لازم نحن نقوم بمبادرة نخلت ذكرى شهداء سورة 17-20 ويلا بلحظة كنا الاتفاق كان اتفاق أدبي وكان تعاون كامل لنحي ذكرهن جمال أهلا وسهلا أهلا فيك شكرا فيك معنا اليوم هالرسومات جسدت انت دايما البرتريات بقولك بيحكوا كيف قدرت تجسد كيف هالشباب وكيف كان الواجع انتو عم ترسم الواجع كتير كبير ولازال وما رح يزول عبدا الفكرة كانت منطلقة من أستاذ هايسا متل ما ذكرته وأنا ضغري ان اللي هافت لهالشي لأنه كان ببالي لما شوف بعض الفنانين والتشكيلين عم بيجسدوا صور ويحطوها حتى بالصحات بشكل دايم فكتير عجبتني الفكرة وأخدتها من ناحية وطنية أكتر من هي ناحية اطلق شهرة واسم لإلي أو شي لما عم برسم الشهيد أهم شي انت بإحياء ذكرى هو انه تحسس الناس انه بعده كمان حي بالروح مش بالذكرى انه خلص من الماضي لا بعده موجود لو بالشكل الروحي مش الجسدي فمن هون أنا حبيت حط كل طاقته الفنية بالصور أو الرسومات لحتى طلع الشخص كأنه عم بيحكي وبعده عم بيخاطبنا مش زال وصار من الماضي كيف كان التفاعل مع أهل الشهداء على هالموضوع؟ يعني أكيد بشفوكم بالمبادرة اللي قمتوا فيها ومسكين بورتريتها بعوليدهم الموضوع ألمهم وقلم كل لبناني نحن مشكلتنا بلبنان أنه منسيس كل الأمور فيه واجب وطني لازم نحترمه ما بقى مسموح أنه استشهاد أي شخص يكون واستلشأ فيه حتى لا نحن بصورة 17-20 ما لحن نسمح بدماء أي شهيد يروح هدر وهو طريق النضال طويل ونحن نضلنا متابعين هذا الموضوع ونحن بصدد إنشاء لجنة تثبت حقوقهم الأنونية والانطلاق نحو نحو الأنون الدولي في حال ما أخدوا حقوقهم نعم أهل الشهداء في منهم كنتوا عم تخبروني أخدوا ما أدروا رسومة صراحة ما أدروا ما ياخدوهم لأن خي جمال كان عم بيشسد بروحيته رسمهم وأنا أكيد أنه لما رسمهم للشهداء رسمهم بمساء شرف أخوه بينه وبينه يمكن هو ما كان بيعرفهم بس ما أدر ما يكون عم بيوصل هيد الرسالة بكل بكل عنفوان أو بكل بكل دم سقط لها الشهداء ليبنوا لبنان الوطن أكيد هون عم نشوف الصور جمال تبع الشهداء خبرنا شوي كيف هيك؟ الشهداء بمعظمهم متل ما شايفين شباب والشباب هن معروف أنه أمل مستقبل وبناء الوطن فهذا الشي مؤلم أكتر مش معناته أنه الأكبر سنن هن أقل بس الشاب معروف بالحياة عنده مدى حياة أطول وعمر أطول من هون التأثر أكتر بأنه بعده بريعان الشباب وللأسف خسرناه هو المهم يضل رمز وما يروح ضمه نهدر هلأ أنت رسمت هالبورتريات هل أعدت التفكير بإشياء كتير بالحياة لأنه أوقات واحد وقته بيكون عم بيطلع فيون وبيطلع بعيونهم وبيضحكتهم وبيجع بيفكر بلحظة أنه ما بقى موجودين بلحظة بيتكة يعيد النظر بكتير أشياء صحيح وأنا بشعرت حالي واحد منهم بشكل وطني برجع بقول لأنه بكوني أنه ثائر وناشط على الأرض بطريقة مستمرة وبعرف نضال طويل مثل ما قال أستاذ هيسان فرح يكون هالشي يعني رمزي لأنه يمكن أنا أكون واحد من الشهداء ويمكن يوماً ما حدا يرسمني يعني الحياة ما بتعرف كيف ما بدا نقلبها دراما للمشاهدين بس إنه عشت على هالدرجة إنه أنا واحد منهم مش أنا عم برسمهم وبس هذا دوري وبيخلص هون أبداً أستاذ هيسان لما حبينا أنه نرسم صور الشهداء توصلت معا على هالي وقلت لهم يبعطوا لنا الصورة هني بيحبوها لحتى بلحظة لما بينظروا لها الصورة يكون في عندهم أمل بمستقبل لبنان بتضحيات أبنائهم للأسف الصعوبات كتيري تضحيات أكبر ألامهم يمكن ما حدا بيقدر يتصورها وأنا على تواصل مع بعض الأهالي بتحسيهم إنه بدن العدالة لأبنائهم القانون لا يتجزأ فكيف العدالة؟ من هون إحنا بنطلق صرخة لكل أحرار هيدا الوطن إنه ما يسمحوا لدم أي شهيد بيسقط بهيدا البلد إنه ما ياخد حقه الأدب والأخلاقي قبل ما يكون الإنساني والوطني ما عد مسموح إنه يكون حدا فوق القانون ما عد مسموح بالكرن الواحد وعشرين إنه العدالة ما تاخد مجراها والأشخاص النافذين مبادرة ستة أيار مبادرة ستة أيار لحتكون كمان لأهل الشهداء ولجرحة ثورة 17-20 ولكل شخص ساهم بهيدا العمل لأن هيدا العمل كان مساهمة لكل أطياف المجتمع اللبناني بحطينا قيود بالعكس كنا السباقين إنه نخلي كل سائر يقدر يشارك إذا ما كان مديا معنويا وهيدا الشيء اللي أنا وجمال وكل سائر بنفتخر فيه لما تتوحد جهود الثورة الوطنية اللبنانية وبدأ شدد على إنه كل إنسان بيحمل الهوية الوطنية اللبنانية هو الثورة وكل شخص بيحمل الهوية اللبنانية هو الوطن وما فينا أبدا كمجتمع لبناني إنه ما نجمع الهوية اللبنانية الوطنية والهوية اللبنانية لأن كل إنسان عنده حرية رأي وتعبير بس لحنظلنا مستمرين ببناء وطننا اللي أنا وإنت وكل لبناني منحلم نعيش فيه ونبني مستقبل لأولادنا لما يهاجروا بالمستقبل إن شاء الله جمال شو بتحب تزيد على اللي قاله أستاذ بزيد إنه إن شاء الله يكون عدد الشهداء وقف لهون وما يزيد لأنه مش بحاجة لخسارات ولبناني يضل يبس الأسود بالعكس لبناني يستحق الحياة ويستحق الفرح وتضل هالذكرى عايشة على طول مع أنه هن ماتوا وخسرناهن بس ما ننسى ذكرهن والدالت تجدد سنويا يعني مش بس موسميا ومتل ما قلنا تعزينا مرة تانية وعاشرة لأهالي كل الشهداء والضحايا بدون استثناء بهالوطن وإن شاء الله بنبني وطن أحسن من هيك ما يعود يشوف شهداء وضحايا يصير يشوف مبدعين وأحياء وعندهم أمل لمستقبل يقدروا يبنون مش بس يحلموا فيه ونحنا بذكرى ستة أيار الذكرى كل شهيد سقط دفي عن لبنان اللي يبقى سيد حر مستقل نحنا بستة أيار مش بس منستذكر شهداء صورة سبعة عشرين منستذكر كل شهداء لبنان ولحنضيف هالسنة استذكر شهداء تلال وشهداء الميناء بطرابس شكرا لكم شكرا على المبادارات هاللي بتقوموا فيها يعني الحمد لله لبنان قائم على المبادارات الفردية بكل المجالات بقى يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نوقف عند هالحد ما بقى في دم بقى بتصقي هالأرض حتى نقدر نقلع ونبلش صفحة جديدة لألنا ولولادنا ولمستقبلنا بهالأرض على أمل شكرا لكم على أمل شكرا لكم نشكريك نحن شكرا مشاهدينا نحن منتقل لبريك من بعضا بنرجع